عمر البرباري بما إنك مؤسس لإحدى الشركات النشئة كنا بنتكلم معنا المخاطر والتحديات اللي بتعدوا بيها علشان توصلوا لنفضل يعني موجودين في السوق لوقت طويل نشتغل على الفكرة اللي احنا أصلا يعني بدأنا المشروع علشانه علشان في النص ناس كتير بتنسى الفكرة والموضوع بيتحول لحاجة تانية بعيدة عن الفكرة اللي هم كانوا شغالين عنها وده بطريقة أخرى بيخلي المشروع ما بينجحش زي ما احنا بنشوف نجح بقى لمشاريع تانية كتيرة انتوا عديتوا بإيه خلينا نقول إن حاليا إحنا بنواجه إيه وقبل كده كان إيه الموجود زمان لما كنا نقول هنبدأ نعمل شركة معانا كنت دور على فكرة جديدة فكرة دي ازاي نعملها في السوق هلا يبقى عندها نيد ولا لا حاليا الموضوع بقى مختلف شوية الناس بدأت تعتقد أنه هو بكل سهولة أقدر أعمل شركة دلوقتي وأقدر أجل أروح أجيب تمويل وأقدر أعمل وأقدر عندها عن طريق مسرعة أعمال أو عن طريق الجهات الممولة وده بيكون عندنا أزمة كبيرة وبيكون إن في بعض القطاعات خلاص تشبعت بالستارتوبس الموجودة فيها بدأ إن في شركات تتزعم القطاعات عندنا شركات اللي بدأت تتحول وهي من أبرز شركات المصرية هي فوري راح بقيت IBO حاليا في بعض الشركات الأخرى بدأت أنها تتزعم في تروح أسواق أخرى وللأسف الشديد في شركات بتتعامل علشان هو النهاردة بدأ أن هو يفكر في حاجة واحدة أنا عندي أنا بيع شاطر هجابيه على حضرتك الأيديا وأنت حضرتك مستثمرة وهو يا حضرك هتحطي معي الفلوس وأبدأ أشغل الفلوس بشكل خاطئ وده اللي بيحطنا في الأزمات اللي احنا بنسمع عندها هو إن حاليا للأسف الشديد بقى أصبح وكان تأكيدا على كلام الدكتور إن لازم يبقى فيه على أقل validation للناس اللي بتأسس الفكرة دي الفكرة دي هل هي فعلا مناسبة للسوق ولا لا محتاجينها ولا لا محتاجينها ولا لا ولازم نبدأ نشوف الزبون عامل إزاي ولازم نبدأ نشوف أصلا هل الفكرة دي يعني في البداية بيجي تقول الـ exit plan إزاي هنقفل هنكمل هنبقى الشركة دي على طول والشركة دي تاخد شركات صغيرة تاخد اللي حواليها وتكبر يا الشركة دي هتتباع لأماكنتين عندنا شركات في الإي كاميرز زي سوق سوق شركة مصرية تعمل عليها الـ acquisition شركة أمازون بزبط من أمازون وهو ده نموذج من نموذج النكحة يعني نبقى نروح زي ده يعني نبقى الشركة تفضل مكملة هي اللي سائقة السوق بتاعها ومكملة فيه إنما النهاردة حاليا بدأت اللي بيظهر حاليا بعض الشركات بدأت تخد تقول أنا بياخد تمويلات وتاخد تمويلات برقم معين والصرف الخاطئ ده هو اللي أدى إنه نهاردة الشركات دي بيتم بمعنى أي صرف الخاطئ يعني الاستغلال الخاطئ للتمويل من وجهة نظرك أي هو؟ الاستغلال هو التمويل ده لما احنا بنروح نقول لحضرتك احنا محتاجين تمويل بنحط بنود هو بنود منها بند التوسع بند اللي احنا هنكبر الـ team بند اللي احنا هنعمل ممكن نكون أنا مش جاهز لذلك يعني ده أصدق بنحط بنود وإحنا منش على درايب احنا فعلا هنصل في البنود دي فنروح نبدل من ودي الـ investment كله في أن احنا نطور الـ product ونفيل الجاب اللي موجود في الـ لا بدنا نروح نعلي سالرز التيم اللي هو ممكن ما بقاش أصلا تيم كويز إذا احنا خلاص خدنا تيم معين زي ما حصل في بعض الشركات الأزمة الكبيرة اللي هو النهاردة بدأ أنه يجيب تيم بثلاث أضعاف أو أربع أضعاف أسعار السوق والحصل الأزمة أكبر إن الموظفين دولت يعتبروا كده خلينا نقول لا تشاردوا إن الموظف ده النهاردة خرج من الجامعة بدأ أن هو بياخد مفروض ياخد تلات أربع تلاف جنيه بقى ياخد عشر تلاف جنيه فالنهاردة الموظف ده تعود تلات سنين والحاجة على ده في value غير واضح وللأسف الشديد اللي بيأدي إلى فشل الـ start-ups هو التقييمات الخطأ يعني ممكن عندنا في قطاع التعليم الموضوع شوية محكوم في المين اللي بيدي فلوس في قطاع التعليم أو بيحط يستسلم في قطاع التعليم في الموضوع المحكوم وده سؤال بالنسبة لي يعني عايزة أعرف أكبر مصادر التمويل بالنسبة لكم حاليا إحنا لما قمنا في البداية من سنتين لما أسسنا الشركة قمنا على إن إحنا نقدم الـ product وبدأ إن الـ product ده يجيب revenue حالما صنع مرحلة إن إحنا عايزين نتوسع أو نصرع بشكل أكبر فإن إحنا نايته دعمة من مين بقى؟ نعم نايته دعمة نايته دعمة كلمنا كذا جهة ومن الجهات اللي قاعدت معنا اللي هي مثلا نهضة مصر ونهضة مصر بتيجي تقولك أو أي إن كان الـ venture capital أو الـ accelerator أو الجهة اللي بتديك التمويل بتقعد معك فترة معينة تعمل زي معايشة كده مع الشركة بنعرف الفانانشل زراحة فين الفلوس جاية منين طبع تكبر ازاي طبع تروح ازاي وبعض الأسئلة اللي بتحط العامل والفايسل في الموضوع ده كله هو رقابة فعند الرقابة على من كمان جهات التمويل هل جهات التمويل ما كانت تعرف الرقم اللي اتاخد من كام شهر ده اللي تقال إنه هو قارك بره أو دخل جوه هل الناس مش عارفة إن الرقم ده أو محدش بيرائي بالأرقام دي راحت فين أو جات منين ما هو ده السؤال إن فيه تمويلات بتدخل ما احناش عارفين التمويلات دي بتصرف في ايه فبيلوموا على الـ start-up وفي نفس الوقت طب ما أنت دورك الرقابة إن أنت بتديني فلوس دي علشان أقوم الأيديا وإنت اللي عندك خبرة أكتر النهارده الـ venture capital أو الجهات الممولة بشكل نعام بتدي استثمارات مش بس لشركة واحدة لعاشر 15 شركة 20 شركة في نفس القطاع أو قطاعات مختلفة لكن يمكن يبقى يعني الالتزام بالضوابط المحددة لهذا الاستثمار ويمكن ده دكتور كتحكم تتحدث عنه مسألة الإدارة داخل الشركات النشئة